فيما يتعلق بوسائل الإثبات أو موضوع الإثبات في قضايا التحكيم أو في قضاء التحكيم هو طبعا لا يختلف أبدا عن الإثبات في مجال القضاء العام كلهم وسائل لإيصال القناعة للقاضي أو لهاية التحكيم بالجزئية معينة طبعا الإثبات جميعا تعلمون أنه يقع على عاطق من يزعم شيء خلاف الظاهر أو من يزعم شيء معين فعليه الإثبات وبتحت مظلة القاعدة العامة البينة على المدعي واليمين على من أنكر فهذه هي القاعدة العامة ما المقصود البين طبعا مرة عليكم البارحة وهي وسائل الإثبات لكن من ناحية العملية أنا أذكر في إحدى قضايا التحكيم بفضل الله تعالى طبعا لم يبطل لأي حكم تحكيمي من كافة الأحكام التي أصدرتها أو سهمت في إصدارها أو قمت بإعدادها بفضل الله عسى وجل باستثناء واحد لو سألتموني ما هذا الحكم الحقيقة شكنا هيئة التحكيم للفصل في نزاع بين الشخصين كان يحيي له أرضا طبعا بالنسبة للملكة الصعود يسمح بتملك الأراضي بعد إحيائها فكان هذا الشخص اللي هو المحتكم يرغب في إثبات حقه في مواجهة المحتكم ضده أنه قام بحماية الأرض يعني وضع حدود ترابية لهذه الأرض لحمايتها وحفر بئر ويعني يجيبوا بعض المزرعات ويضعوها كأنها زرعت من السابق إلى آخر كل هذه أو إقامة بناء كل هذه من مظاهر الإحياء ما يسمى بالإحياء الشرعي الذي يأخذ به القاضي وهو يعني في سبيله لإصدار الحكم بتملك من أحيى هذه الأرض بعيدا طبعا بغض النظر عن أنه الواحد يعني يقول لذلك الاستناد الحديث الشريف من أحيى أرضا مواتا فهي له بغض النظر عن الأرض المحيانة قد تكون مليون فمليون متر مربع 200 ألف متر مربع يعني ليست الأغراض السكنة أو السطر ويقوم بها بعض الناس المهم كانت وسيلة مهترف بها تماما للتملك شاهدنا في هذا أن هذا المدعي أو المحتكم طالب بأتعابه وهي نسبة من الأرض من المحتكم ضد نظير إحيائه لهذه الأرض وحمايتها وتسويرها وزرعتها وغراسها إلى آخر فكانت النتيجة شكرا لها التحكم التي تشرفت برئاستها وكان معي قاضيان متقاعدين بدأنا وبدأنا الثلاثة القادرة وستلزم الأمر من وسائل الإثبات التي احتج بها المحتكم ووجود شهود كانوا يرتادون الموقع أو يمرون على الموقع أو هم مجاورين لهذا الموقع طلبنا منهم من المحتكم هو هو من استشهد بهم إحضارهم إلى مقر إنعقاد عيات التحكيم فكانت نعيجة أنه أتى واحدا تلو الآخر وأحدا تلو الآخر وأدل ما لديه من شهادة كنا في كل جلسة نختفي بأربع أو خمس شهود حتى بنغت الشهود نحو عشرين شاهدا كنا نضبط الشهادة ونأخذ البيانات الشخصية لكل شاهد ثم نأخذ منطوق الشهادة ونحرره في محضر الجلسة بعد أن انتهت القضية وطبعا ليس هناك إجماع في القضية هناك إجماع بالأغلبية سبق في العام الماضي يعني ذكرت لكم لماذا تصدر عندنا يعني معظم الأحكام أقدر أقول 98% من أحكام التحكيم تأتصر بالأغلبية وليس بالإجماع فصدر الحكم بالأغلبية تم ابطعنا فيه أمام محكمة الاستيناف المقتصة فأبطلتهم حقيقة نزعجت بذلنا جهدا والأطراف النزاع بذلوا مبالغ مالية عالية جدا في هذا النزاع فعندما طلعنا على أسباب حكم محكمة الاستيناف بإبطال الحكم التحكيمي وجئت بما لم يكن متوقعا أبدا قالت إن الحكم التحكيمي لم يتضمن أقوال الشهود وإنما تم بناء على هذه الأقوال ولم يتم إدراج هذه الأقوال في صلب الحكم عندما طبعا أنك يحقق جلسات ويسمع فيها من الطرفين محكمة الاستيناف المختصة فعندما عاد إلينا المحتكم وكان يخشى أن إبطال الحكم فذكرنا له أن منطوق شهادة الشهود مثبت كله وكله يؤدي إلى ذات النتيجة التي رسخت قناعة هيئة التحكيم بهذا الأمر أن الرجل فعلا قام بإحياء الأرض المحافظة عليها والقيام بما شأنه أن يثبت قيام بإحيائها وأن هذا مدون في محاضر الجلسات ولكن مش معقول نأخذ حوالي ستين أو سبعين صفحة من محاضر الجلسات التي هي عبارة عن منطوق الشهادات ونضعها في الحق التحكيمي إلا أن أصرت المحكمة بعد ذلك رغبت في الحوار انتهى إحدى الفرص الاجتماعية والتقيت برئيس الدائرة التي قامت بإلغاء الحكم التحكيمي فقال لي ينبغي على هيئة التحكيم كان ينبغي عليها أنها تضع منطوق شهادات قلت له هذه الشهادات عشرات صفحة ستين سبعين صفحة وما الداع إلى نقلها إنما يكتفى بالنحن نصد إلى النتيجة ونثبت النتيجة في سياق الحكم أن الدائرة استمعت إلى الشهود فلان وفلان 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 وكانت نتيجة موصلة إلى كذا 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 يكتفى بهذا قال لي لا لازم تكتبوا هذه المنطوق الشهادة في الحكم التحكيمي وقلت طيب حتى لا تكرر هذا القطع من جانبنا في أي قضية أخرى تالية رجاء تعطيني السند الذي أعول عليه بعد الآن لنقل منطوق الشهادة إلى الحكم التحكيمي فقال لا لكن هذا ما جرى عليه العمل لدى الخضاء قلت له طيب الخضاء العام هذا ما يقصده قلت له طيب إذا كان كيف جرى عليه العمل استناده إلى ماذا؟ قال لي ببساطة هي كذا قلت له كيف هي كذا؟ قال لي مفروض أن المنطوق ينقل إلى الحكم قلت له الاستناده إلى ماذا؟ هل لا يوجد نص في نظام المرافعات؟ أبداً ولا في أي نص إجرائي ولا أي نظام أو لائحة نحن نعول عليها لنقل منطوق الشهادات إلى الحكم التحكيمي قال لي لا هذا اللي جرى عليه طيب استناد إلى ماذا؟ قال لي الدكتور اللي كان يشرح لمادة المرافعات هو اللي دي لنا الكلام قلت طيب ما هو سنده في ذلك؟ قال لا هي كذا فموضوع هي كذا لا أعلم فبناء عليه وبناء على إبطال الحكم التحكيمي تم إعادة تشكيل هيئة تحكيم أخرى ودفع الطرفان لها مقابلاً عالياً ورئيس هيئة التحكيم قال لي والله ما سوينا شيء فقط بعض الديباشات ثم أخذنا الحكم الذي حكمتم به والبناء الذي بنيتم عليه ثم تحاشينا الخطأ الذي وقعتم ونقلنا نص الشهادات إلى سك الحكم أو إلى نفس صلب الحكم التحكيمي وحكمنا وتم تأييده الحقيقة الإجابة أو هذا الموقع كان صادماً جداً بالنسبة لي أنا لا أعلم له مثيلاً فهيئة التحكيم شأن شأن أي دائرة قضائية أن يتولد لديها القناعة بوسألة معينة تثبت هذا ومن أراد الرجوع إلى منطوق الشهاد أو التعقيب على أسلوب وصيغاتهما إذا كانت موصلة أو غير موصلة فإستطاعته العودة إلى محاضر التلسات التي هي بحوزة الطرفين فهذه أول قضية كانت بالنسبة لي أنا يتمه طال استناداً إلى يعني عدم زوال الدليل الإثبات الموصل إلى النتيجة التي انتهينا إليها لم يعتد به أبداً ولعل تلك كانت رواسب الحقيقة بعد كده لم أتعرض إلى هذا أخذنا شهاد الشهود وأثبتناها لكن كانت شهادين وخلاص ما أخذنا عدد كبير من الشهود في عضايا لاحقة ويعني كان دائما يعني ينقل نص الشهادة إلى منطوق الحق حتى نتلافى ذلك دون أي هذا وإحنا الأسوة الشديدة إن لم يكن لدى أي قاضي متكأ يتوكأ عليه تبريراً لما يفتي به فيقول لك هذا ما جرى عليه العمل أو هذا هو المقرر شرعاً طيب شرعاً أعطيني شيء من الكتاب أو السنة أو هذا لك لا هو شرعاً هذا المقرر كده فالحقيقة لا أقول غياب نظام مرافعات الذين نظام مرافعات جيد ومماثل لما يجري عليه العمل في كثير من الدول ولكن الأخذ بهذه النصوص واحترامه هو الذي ينقذ بعض الدوائر بالذات في خضايا التحكيم لأنه هناك حالة من أو كانت موجودة في السابق إلا أنه الآن طبعاً اختلف الوضع لأسباب معينة قد نعرج عليها لكن هناك حالة من العداء بين قضاء التحكيم وبين القضاء العام إذ لا يمكن التصور أبداً أن يقوموا بالتحكيم أي الفصل بين الخصوم فأي خصومة شخص حليق أو مصدر ثوب أو واضع قارن فوق رأسي هذا لا يمكن تصورها أبداً فبناء على هذه الصورة الذهنية يعني نشأت حالة من العداء الخفي بين القضاء العام وقضاء التحكيم أدت إلى إلغاء كثير منها لكن طبعاً النظام الجديد وتغيرات الحديثة أدت في المملكة أدت إلى تغير هذا الوضع حتى يعني وجهها طلب ما بيدي أقول أمر خلينا استخدم مفرد الطلب طلب إلى قضاء الدوائر المختصة في محاكم الإسراء بعدم الإسراف في إبطال إبطال أحكام التحكيم في المملكة حتى لا تتكون ولا تترسب صورة قاتمة عن التحكيم في المملكة حتى يطمئن المستثمرون يعني إلى عمليات التحكيم في المملكة ويلجأون إلى إخضاعها إلى ولاية يعني جعلوه تحكيم مؤسسياً تحلل ولاية أحد مراكز التحكيم المعتمدة وفق القانون السعودي فيعني هذا الذي الآن يجرع لهذا نرى ارتفاعاً كبيراً في نسبة الأحكام الموآت وكان يغرد لها ويهلل لها مركز التحكيم التجاري في الرياض أنه يعني سعيد بأنه 98% 98.2% من أحكام التحكيم والليك تتموا تأييدها والواقع الحقيقة الواقع أنك لو أطلعني على كثير من أحكام التحكيم لا يمكن أن يطالح أي حظ من التعييد أبداً بالعكس تستغرب أنه بعض أحكام التحكيم لم يحكم بالسجن على مصدروها إذا ما إذا يعني بقدر من المبالغة في القول لأنها لا علاقة لها بالتحكيم نهائياً وكم كتبنا من مذكرات طلب إبطال أحكام التحكيم وتستند إلى عشرات الأسباب الوزيهة إلا أن الدواء أصبحت يعني تتجنب عملية الإبطال ويعني لا تقدم عليها إلا في حدود بالغة الضيط وهذا السبب في ارتفاع نسبة الأحكام المؤيدة من الأحكام التحكيم المؤيدة من لدن محاكم الاستئناف المقتصة في المملكة اشتركوا في القناة